شاهد ايس اس اي بالعربي اهلا وسهلا بكم معاكم احمد مجاهد ايس اس اي ترينا يعني تقنين الاحمال بمعنى ايه يعني بمعنى صحيح بقسم بتاعي او بتاعي على فترات تلفة كخطوات تقودني في الاخر للهدف بتاعي اول حاجة عشان اتجنب لازم يكون فيه تقنين للحمل نمرة اتنين يعني انا مثلا بحضر لحاجة هيبقى عند الوف سيزن ليه طريق التمرين معاناة اما الان سيزن ليه طريق التمرين تانية مختلفة وبيساعد على الهدف اللونج تيرم والشورت تيرم في نفس الوقت تقدر تقسمه الى ماكرو ميسو ميكرو سايكل ايه الماكرو سايكل وايه الميسو سايكل وايه هو الميكرو سايكل دي بساطة جدا الماكرو سايكل عبارة عن سنة او اكتر ده اللي هو القاعدة الكبيرة اللي هابتدى جزاها اما الاميسو سايكل عبارة عن ايه عبارة عن سري تو كان بقى ناين ويكس يعني التسع اسابيع تقريبا تلات شهور مع بعض اسمه ميسو سايكل اما بالنسبة ليه الميكرو سايكل هو عبارة عن اسبوع او اقل من كده او حتى السيشة النفسها الحسة الواحدة ان انا السمع بطريقة معينة هلعب هنا بوزن كازا بتقلي كازا بالانتين ستي كازا ده على سبيل المسال الجدول اللي قدامنا على الشاشة بيوضح لنا الوان يير اهي هي دي الماكرو لو انا بخطط للاعب مثلا لسنة تمام بعد كرة بتتقسم لي الميسو سايكل اللي هي بتتقسم لمجموعة شهور على سبيل المسال الميسو سايكل اولانية مثلا او برعا عن جينواري فيبراري ومارس اللي هما التلات ايه شهور اما الميسو التانية هتلاقيها مثلا اربع شهور على اساسه كل فترة من الفترات ديت ابتدي اقنن بقى ايه هيعمل ايه هنا ان كان مثلا مرحلة الاستعداد مرحلة الاعداد بعد كده مرحلة التحضير للمنافسة البراريزيشن ليه عدة انواع منها الينيار براريزيشن وده بتشوفوا كتير في الكتب يعني ايه الينيار براريزيشن يعني خط يعني خط يعني بمعنى صحي بتبتدي تزيد زي ما هو واضح قدامنا على الشاشة كده يعني في الاسبوع الاول مثلا خمسة وستين فلبيا ميل وان ار ايرم بعد كده الاسبوع التاني هتلاقيها زادت هتلاقي الاسبوع اللي بعده زادت اسبوع اللي بعده زادت في اسمها لاينور طالع لفوق اهو طبعا اصحاد ان انا بزود الانتنستي ها الريبيتيشن بيقل اقعد زوده الاتنين مع بعض يبقى لوت خالص على الكلينت على الجوينت وعلى جسمه